لا تنحصر عجائب القديس نكتاريوس الكثيرة في شخص عادي الذي كان بخدماته الإنسانية نبراساً لكل شخص عاش من بعده صنع الخير لكل محتاج من بني البشر من غير انتظاره تكريماً أو تمجيداً يصنع المعروفة من أجل رضى الرب ومن أجل راحة الخلق أجمعين التقرير التالي يعرض لنا احتفال الكنيسة الأرثوذكسية بعيد هذا القديس احتفلت الكنيسة الأرثوذكسية بعيد القديس نكتاريوس أسقف المدن الخمس وبهذه المناسبة ترأس سيادة الموترابوليت فيناديكتوس مترابوليت فيلاديلفية خدمة الغروب الكبير وتقاريض الجناز تذكاراً بهذا العيد العجائبي شاركه في الخدمة قدس الأب بطرس جنح والأب إليكسيوس خاقيش والأب نكتاريوس خوري وبعد الخدمة تحدث سيادته عن عجائب القديس غير المنقطعة وعن محبة المؤمنين لسيرته العطلة موسيقى وقدم سيادته بعدها الحلة الكهنوتية للأب بطرس جنح لعطائه المستمر في الخدم المقامة في كنيسة القديس نكتاريوس في الصويفية وتلا ذلك قداس احتفالي بحضور عدد من الآباء الكهنة وجموع من المؤمنين ومحبي القديس القديس نكتاريوس وجه محبوب جداً أحس الناس بأهميته وقداسته بعد وفاته قصته عادية جداً وقد نلتقي بإنسان على مثاله في أي يوم وأي لحظة دون أن نشعر به وهو يعطينا مثالاً حياً لا يزول وصورة بسيطة عن القداسة صورة خالية من التصنع والمواهب النادرة موسيقى بما أنه خادم المسيح هلموا أيها المؤمنون نكرم القديس نكتاريوس المولودة في سلفيريا ظهر في الأزمنة الأخيرة إذ هو محب الفضيلة الأصيل بما أنه خادم المسيح الإلهي إذ ينبع الأشفية في كل الأحوال للصارخين إليه بإمام المجد للمسيحي من مجدك المجد لمن جعلك عجائبياً المجد للفاعل بك الأشفية للجميع المجد للفاعل بك الأشفية للفاعل بك الأشفية للفاعل بك الأشفية للفاعل